بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم عن أو الوجهات الخزافية أو يسموها ابتسامة هوليود أو هالويد سمايل أول حاجة هنعرف يعني إيه فينير فينير يعني بيغطي سطح السنة جزئيا أو كليا بيغطي هو مجرد ممكن يكون زمان كانوا بيعملوا فدي الوجهات الخزافية لكن لما أقول ديها أدجكتف صفة دي معناها أنها مغطية مش مغطية السنة لا مغطية كور الكور ده قد يكون مثل زي المثل السيراميك فالبورسلين هنا هو الفينيرد فبقول مثل فينيرد وذا بورسلين أو ممكن يكون الكور ده من الزركونيا ده عارفين هاي سترينث سيراميك الزركونيا ده كور لأنه بيكون هاي أوباسيتي وبعمللو فينيرين with بورسلين or لثيوم داي سيليكيت ده شكل الفريمورك من الزركونيا this is after فينيرين يبقى إما كون فينير بيكافر السنة or فينيرد بيكافر كور بيكافر ريستوريشن ريستوريشن دي عبارة عن طبقتين متل من تحت وبورسلين من فوق or مثلا يعني زركونيا من تحت وبورسلين من فوق or لثيوم داي سيليكيت الشهير بي الإي ماكس أما بقى عن موضوعنا اليوم اللامنت فينير أو الوجهات الخزافية أو ابتسامة هوليوود or هولويد اسمايل هي لامنت فينير يعني صفيحة بتغط السنة لامنت يعني صفيحة رقيقة رفيعة سمكها قليل يبقى thin layer of static material bonded to the facial surface of the anterior tooth بتغطي mainly الفacial surface for aesthetics هي mainly for aesthetics فهي صفيحة لامنت بتبقى thin layer والهدف منها aesthetic جمالي وتعمل bonding للفacial surface وتبقى mainly for the etched enamel وتبقى mainly for the anterior teeth but can extend to the premolars or the frist molar حسب الwide smile of the patient بتغطي حسب wide smile أو حسب ما فلوسه تسمح حسب اللي انت تقدر تعمله أو المطلوب انك تعمله ممكن تتعامل magzillary بس ممكن تتعامل mandibular بس ممكن magzillary and mandibular طيب مهم جدا نعرف تصنيف الaminate veners classification of the laminate veners أو التصنيف حسب المaterials المستخدمة فقسمناها إلى direct composite laminate or indirect laminate احنا عارفين الdirect يعني انت اللي بتعملها في العيادة يعني تعملها بالcomposite انما indirect laminate يعني انت بتحضر وتاخد نقاس وتبعته للمعمل والمعمل اللي بيعملها ويبعتها لك انت تعمل عليها check or try in وتلزقها ده ال indirect وده اللي طبعا بيكون الأفضل indirect laminate كل واحد لهما زي وعيوبه بس اجمالا ال indirect هو الأغلى والأجمل طيب direct composite laminate بتعمل فقط من recent composite بيتعمل من light cured resin composite material انت بتعمله في العيادة بايدك مستون بيتعمل في جلسة واحدة وانت اللي بتزبط الشكل واللون بتاعك وطبعا من composite فتكلفته أرخص من السيراميك ده لعني ده بتعمل من blocks بتبقى غالية فبيبقى أرخص وقبل الإصلاح لو تكسر حتى من الكمبوزت أو حتى كله واقع تقدر تصلحه يبقى هو لكن عيبه نفسه عيوب الكمبوزت عيوب الكمبوزت في الشرينكيش بتاعه فبيعمل مارجنال لكتج وطبعا مين اللي أقوى الكمبوزت ولا السيراميك ده ممكن يتعمل من السيراميك أو الاندائر تبقى blocks كده بتتنحت or pressing technique هندرسها بعدين بالتفصيل فده بيبقى أقوى وأفضل لكن الـ direct composite طبعا بيبقى الأضعف عرضه أكتر إنه يتآكل يحصل wear خاصة لو في الـ incisal age طبعا إحنا عرفين الكمبوزت حشوة فممكن إنها تتآكل يحصل له wear يعني هي أقل في الـ wear resistance وسهل إنها تنصب لو أكل من كتو شرب الشاي والبيبسي والكولة والشوكلة والكافي فبيزيد عرضها إنها يحصل له surface discoloration يتغير لونها يعني معنى أصح إنها تحافظ على لونها ده قليل ثابت اللون قليل بيقل فيها color stability ده direct composite فهو يعتبر حل سريع ورخيص نسبيا حل سريع ورخيص حد مسافر حد مستعجل عروسة مستعجلة أو على قد الإيد زي ما بيقولوا ده إتس أوكي أما ال indirect laminate لأ دوت بتعمل من خامات غالية زي مثلا blocks or ingots ceramic blocks or ingots أحسن حاجة ممكن تعملها الإيماكس إيماكس دوت منه إيماكس press أو إيماكس كاد وبيتعمل من blocks or ingots ولازم يتعمل في المعمل ده بيكون البندج بتاعه أعلى الإيماكس وممكن يتعمل من مثيلة تانية ممكن يتعمل من indirect composite بينزل برضو شكل blocks كده وتعمل لها meaning by cad cam يعني تتنحت by computer by the cad cam computer aided design computer aided manufacturing المهم indirect laminates مميزاته نفسه مميزات السراميك اللي هو ما بتغيرش لونها وقوية وتعيش فترة أطول يعني بيزيد فيها color stability مقارنة بالdirect بس هي طبعا أغلى ال indirect هي أقوى وأجمل وتعيش أكتر بإذن رب العالمين لكن هي الأغلى فبيزيد فيها color stability بيزيد فيها مقاومتها للانصباخ بيزيد ال stain resistance وبيزيد durability بيقال إنه ممكن حسب ال research ممكن توصل ل25 سنة بس هي بتعتمد على bonding وعلى patient selection وعوامل كتير هنقولها عبها إيه عبها نقولنا cost بتاعها عالي و sensitive technique التكنيك حساس لأنها بتعتمد على bonding بتاعك فهي very sensitive technique مهم جدا قلنا ال direct هو الحل الأسرع والأرخص أما ال indirect هو الأفضل والأجمل لكن يعتبر الأغلى ليه لأن الخاماته أغلى زائد أنه طبعا بياخد mini steps بتعمل preparation and impression والpatient بيستنى لا بياخد تكلفة ووقت ودائما وابدا ال indirect بياخد different steps بس طبعا بياخد على الأقل two visits تاني classification معنا نقدر نقسم ال lemonade في نيرز حسب طريقة التحضير according to the preparation technique أول حاجة ممكن تبقى ال conventional أن بكمية كافية بعمل adequate reduction بس استيل في ال enamel كل laminate فينيز بيعتمد على bonding to the enamel لأن احنا عارفين bonding to the enamel هو أعلى من bonding to the dentine فكل التحضيرات لازم تبقى في ال enamel بس هي الفكرة هعمل تحضير قد قيد ده بيختلف فعند لنا الطريقة التقليدية اللي هي ال conventional بعد كده عملوا minimal prep طبعا مع تطور المaterials and techniques عملوا مaterials تبقى قوية أقدر أعمالها in thin section وبالتالي أقلل التحضير بتاعي فعملوا minimal prep وآخر حاجة عملوا prep prep يعني بدون تحضير نهائيا يعني ودي ميزة طبعا لبيشنط كتير في بيشنط يجي يقولك أنا خايف مش عايزة تلمس استنى بتاعتي لأن خلي بالكم المفروض ان هو بيشنط اسنانه حلوة العيوب بسيطة جدا يعني انت بتصلح عيوب بسيطة فممكن يجي لك هو اسنانه حلوة عايز او بيطمح الى الافضل عايز اسنانه تبقى اجمل ومش عايزك تلمسها بحيث لو وقعت يبقى اخسارة فلوس بس وممكن يعمل لها rebonding فهو يبقى عندنا هو إنما هو 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 مقارنة بالفول مقارنة انك تعمل ما هو لو منفعش الكون هتلجأ لي الفول كراون او زي مثلا اشهر ميسان عندنا لو الاسنان لونها غامق اوي فعايز تدريها فبتعمل بليتشنج تبيض الاول وبعدين تعمل الريدوكشن وتعمل الكون الريدوكشن طبعا الريتنشن والاستابيلتي بتاعته بيكون اعلى من دول لانك بتحضر السنة بتوفر له فيكنس وبيبقى بيغطي سيرفس اريا اكبر فبيدين الريتنشن والاستابيلتي اعلى بيغطي سيرفس اريا اكبر طبعا لازم تزود البوندينج بنلجأ ليه رافنس بنعمل السيرفس هنا مايكرو رافنس عشان ازود البوندينج اما بالنسبة للمينيمال برب المينيمال برب ده لازم يكون عند البيشن عيوب بسيطة بدريها عيوب صغيرة قوي فانا باعتمد على عيني بشيل عيب بسيط جدا عنده يعني هو ده يعتبر نيو كونسب و جستن انت بتشيل من الاسنال في البابريشن تشيل اي اندركت بس بسيطة والثيكنس بتاعه بيبقى تلاتة من عشرة لنص يعني رفيع جدا 0.3 to 0.5 مليميتر ده الاكزة الثيكنس بتاعه ممكن معامل يجيبهولك اكبر من الحجم وانت بتعمله بوندينج وبعدين تعمل كونتورينج او تفنشه افتر بوندينج اللامونيترينيرز هو الاندو كرونز من الحاجات اللي ما بتتفنش الا بعد البوندينج ليه هي فيه ده كده سال انها تكسر فما منلمسهاش نهائيا الى بعد البوندينج فممكن تيجي اكبر شوية وانت تعمل لها طبعا عندك عيب بسيط زي مثلا نقطة دي ديسكالاريشن هتأثر على اللون لان ده فممكن يشف عن اي ديسكالاريشن ممكن يكون عنده يعني تشيل الاسباط البسيطة دي عشان ما يبنش اللون بتاعه ممكن عنده اي يعني اي ديفكت فيه الانامل تشيل بس الديفكت البسيط ده او تصلح البسيط ده وتلزق المنمال برب لامنيت فينير الاحدث يعني the newest concept فيه انواع تانية ظهرت بس هو البربلس بدوت ببريشن نهائيا ده المست كونزرفت بربلس ما ببردش خالص لامنيت فينير بس طبعا دوت ما بعملوش لو هو البشينت كلاس 2 عشان ما يزويتش البروتوجين بتاعه قوي بذات لو سيفير كلاس 2 مش عشان ما يزويتش البروتوجين او ما يكبرش السنان زيادة عن اللزوم لا دوت انا ما ببردش السنة نهائي هي سنان جميلة بس انا بصلح الشكل بتاعها او تعديل بسيط في اللون فانا بزبط مثلا انام حتة مكسورة من الانام البسيطة جدا بكملها بس في الانسايز الاتجي دي بتبقى اخطر وسهلتي الكسر بس المهم البشينت يعني بيعتبرها ميزة اللي مش هلمس السنة بتاعته هعوض بس الجزء الناقص فقط هصلح الديفكت البسيط ده من غير ملمس السنة فدوت بتحتاج مادة قوية بتحتاج مواد مخصوصة مش اي سرامي كينفع في ده وابتبقى محتاجة ومعامل مخصوصة اللي بتعمل دي لاني بيبقى رفيعة جدا جدا وسهل تتكسر في ايدك انت لو لو ضغطت عليها بس في ايدك كده رقيقة بس بتقوى بالسنة والسنة بتقوى بيها يعني بتبقى اقوى فدي بتبقى بتاعت البريبلس دي رفيعة جدا بتبقى اثنين من العشرة لتنتين من العشرة ميلي يبقى انا عندي كونفنشنال والميلي من البريب عند البريبلس والمست كونزرفت فيهم البريبلس تكنيك طيب كم تاستخدم اللامينيت فينيرز وامتى ما استخدمهاش هي الاندكيشنز اند كونترا اندكيشنز هنبدأ الاول بي الاندكيشنز اول حاجة مبدئيا كده قاعدة عامة في اللامينيت فينيرز انا بصلح عيوب بسيطة ميلي ما بصلحش ميجور دي فاكتز ده في الغالب واللامينيت فينيرز بتعتمد على الانامل البوننج لانه هو اعلى بوندينج احنا عارفينه مش بنعمل فول كابريج ريستوريشن وبالتالي الريتنشن ضعيف فبجيب الريتنشن منين لان انا مش بغطي الفور هنا عندي قليلة انا باعتمد في الريتنشن هنا على البوننج تو ذا انا ميلي باعتمد على وجود الانامل على كما وكيفا قليلة دي مهمة جدا جدا وقبل ما تعمل اللامينيت فينيرز قاعدة عامة كده بنعمل بولشنج طبعا لو محتاج اما حاجة بعمل بولشنج and bleaching لازم تعمل طبيض لان الطبيض دوت هو اكتر حاجة بتحفظ على الاسنان the most conservative بعد الطبيض احتاجت تفتح اللون اكتر او تعديل في الشكل ب اللامينيت فينيرز بنعملها يبقى بعمل اللامينيت فينيرز اساسي بعد البليتشنج ده اساسي حتى لو البليتشنج مناجحش يفتح اللون 100% هيفتح لك بنسبة كبيرة وتقدر تفتح اكتر بلمنيت فينيرز وتحسن الشكل اكتر بلمنيت فينيرز حد يقول لي طب انا هعمل هفتح بلمنيت فينيرز بس هقولك لا اللامنيت فينيرز دي سوم كهر وفيع جدا فهتشفع عن the discoloration زائد ان ممكن مشكلتك تتحل بالطبيض بس فلازم نعمل البيتشنج ولو لقينا نفسنا محتاجين هنعمل بقى اللامنيت فينيرز دي طيب يبقى احنا قلنا quantity and quantity of the enumil لازم ما تقلش عن 60% انا عايزة 60% على الاقل من ال enumil وعند المارجنز اللي هو جزء cervical area احنا عارفين هنا بيبقى thin enumil كل ما بتتجي cervical كل ما بيقل thickness of the enumil عشان كده بنحضر قليل جدا cervical عند cervical margin بالذات المارجنز of the laminated فينيرز انا عايزة المارجنز دي اقل حاجة نص صحي با inumil اقل حاجة نص صحي با inumil يفضل اكتر من النص more than 50% عند المارجنز هنا عند الجزء ده كل ده ليه عشان نزود مساحة السطح اللي عاملة boning to the enumil فده بنسبة enumil quantity اما enumil quality انا عايزة sound enumil برضو بنسبة كبيرة برضو تقريبا يعني 60% يكون ال enumil sound عند المارجنز بالزات و in general على tooth surface بالزات في شلي بتوصل بالمارجنز بتاعتك على sound enumil لازم يكون بمحيط 1 mm sound enumil all around على مدار المارجنز بتاعتك لازم يكون المارجنز دي على sound enumil بمحيط 1 mm طبعا enumil يكون شي فيه defect زي ما احنا عارفين زي الhypoplasia والmotald enumil والdental florosis زي ما هنشوف فأول indication معنا ممكن تحتاج تركب فيه laminate فينيرز اتفقنا بعد ما عملت bleaching والpolishing قبلي لو عندي discoloration موجود after the bleaching يعني هي يا اما البليتشنج مأثرش فيها يا اما ما شلش كل فبفتح اللون زي هنا هو هنا عدد في اللون وفي الشكل كمان هو عمتا اللامنate فينيرز بعدل فيها 3 حاجات بس بعدل اللون او الشكل او السلامة السنة زي جزء مكسور منها او جزء مفقود من الانامل الانامل شبينج يعني زي ما هنشوف دي عندي هنا discolored وجزء من الانامل اللي يعتبر هنا مش كامل سي ين كان او حاجة فعمل laminate فينيرز عشان يعدل الشكل واللون وفتح اللون كذلك برضو هنا عشان يفتح اللون هو هنا يعتبرش عنده discoloration بس هو عايز يفتح اللون بتاعه ففتحه بالlaminate فينيرز هنلاحظ ان معظم الاسنين حلوة انا محتاجة بس mild to moderate correction هنا هنلاحظ هنا هعدل فتح اللون وزبط الشكل هنا في الانسايزل انامل هنا فيه fracture او انامل شبينج فصلحها بالlaminate فينيرز ممكن لو اتبقى discoloration بسيط اقدر ادري بالlaminate فينيرز لو كان discoloration بسيط انما لو غامق اوي هتعمل كرام ليه لانا لمنate فينير طبقى رفايق سمكها رفايق اوي مش هتداري السيفير discoloration دايما هنشوف تاني حاجة معانا لو انا عايزة اعدل في الشكل واشهر حاجة عندنا البيج شيبد لاترول بس لازم يكون برضو تعديل بسيط mild to moderate defect في الشكل دي من سميها البيج شيبد لاترول اللي هي شكل كونويد تيث شكل كونيكال شيبد كده كونويد تيث عارفين شكل المشبك الغسيل لو عايز تعديل البيج شيبد لاترول بس يكون تعديل بسيط وستكتو ده انامل طب وصلت للدنتين يبقى اها عايز الانمل المقبائي عندي قد ايه لازم الانمل يكون اكتر من 60% or minimum 60% طيب تاني حاجة برضو لو عندي multiple diastema او central diastema لو الديastema دي بس بشارط تكون 2 ميلي maximum maximum 2 ميلي يعني هعمل لمنة فينير هنا 1 ميلي ولمنة يبقى diastema maximum تكون 2 ميلي ماينفعش لو هي اكتر من 2 ميلي كونترا انديكات ان انا اعمل لمينات فينير زليم لان الجزء اللمينات فينير اللي هي في الاسبيس ده هيبقى ضعيف مش مسنود هو مسنود على الهوى مش supported with the inamil او with the tooth فهي الكسر لان لمينات فينير طبعه رفيعة يا وجهات خزافية لمينات يعني صفيحة رقيقة فهتكسر يبقى انا ممكن لو عندي diastema او multiple spacing maximum 2 ميلي اقدر اقفلها ب2 laminates يعني 1 ميلي هنا 1 ميلي هنا واقفلها ده نفس الشي 1 ميلي هنا 1 ميلي هنا maximum اكتر من كده مش هقفلها طبعا عشان اقداري triangular او interdental spaces دي black triangles دي كذلك برضو هنا لو عندي بعدل في شكل السنة هي هتلاحظوا هي راكبة على السنة اللي جنبها overlap وفيها برضو restoration بس زي ما قلنا من قيم طبعا هنا في black وفي inflammation مفروض بينظفوا الاول ولازم instruct the patient to black control لازم عيني بأنظيف عيني التركبات لازم بأنظيف زي ما هنقول instruct him first لو التزم اعمله تركبات لو ما التزمش ما تعملهش تركبات تركبات عايز عيني نظيف خاصة لمنات فينيوز هنا عدل الشكل وعدل اللون بعد اكيد ما نظفها عمله scaling and route planning و black control instructions فتح اللون بقى كله بدل ما هو كان الوان in homogenous color خلاه homogenous color شايفين discoloration هنا للمorgins of the restorations طيلا ما عنده اكثر من 60% من الانامل go ahead ومن الامنت فينيوز ده نفس الشيء عدل فيه الشكل واللون the shape and the color لاحظوا انه هنا طول الأسنان عشان يبقى فيه نسبة وتناسب بين length and width بردو لو عندك سنة لفة شوية فيها mild rotation أو mild positioning ممكن تصلحها بردو ولو سنة دخل الجوة ممكن تصلحها بردو بس تكون دخل الجوة بسيط lingually tilted teeth فبيقدر يعني يغطيها من libyal surface طبعا مش موجودة في الحالة دي بس السيء مثلا لو اللاترال هنا دخل الجوة بسيط lingually tilted يعني تقدر تكوفر بلمنيت فينير بس بشعط ما كنش دخل الجوة قوي لأن المنيت فينير لو زاد سمكه سهل انه يفك ويقع سهل ان يحصله debonding and failure فهنا لو هي سنة دخل جوة بسيط lingually tilted اقدر عملها tooth augmentation يعني بيقويها كده اللونيت فينير ويرجحها للصف عشان تبقى well aligned مع teeth كذلك لو لفة بسيط زي الكيسز اللي قبلها او mal positioned بسيط برضو ممكن اصلحها ممكن اطول السنة بسيط هتلاحظ هنا طول السنين بنت انها قطول شوية ممكن اطول الاسنان بسيط برضو يبقى انا لو عايزة اتزود اللمث ده كل ده modification في shape او official prominence زي ما قلنا بروز السنة البرة عايزة طلع السنان برة شوية زي انها دخل الجوة شوية بعمل لها augmentation بيقوة lemonade veneers بس اللاحظ ان هو السمكو رفيع يعني انا مش مش هزود كتير في شكل السنة تعدلات بسيطة الفروقات بتبقى بسيطة بس طبعا انت عشان تفتح قوي ممكن تستخدم pitching color ثلاثة حاجة معنا لو انا عايزة اعدل الانتجريتي او سلامة السنة يعني هنا مثلا جزء مكسور من الانامل فعايزة عوض الجزء ده صحيح ممكن تعمله direct risen composite بس مين اللي هيعيش اكتر ويريق ويكون اغلى واجمل في translocency ال indirect lemonade veneer هنا عمل indirect lemonade veneer واحد اللون وي الشكل هتلاحظوا برضو identical fluorosis هنا خف اللون بتاعها وكمل جزء الاسنان طبعا ده مش هيغير لونه السراميك ما بغيرش لونه مهما اكل او شرب على عكس risen composite وطبعا لو عمل bonding استفاد بي facial surface ده هيزود bonding هيكون حال بس هو extensive technique تاني حاجة معنا برضو كذلك كان في انا من shipping في العمل lemonade veneers منها عدل integrity وي بديل restoration يعني بديل restoration ومنها عدل اللون كمان فتح اللون ده كذلك عدل shape والintegrity هتلاقي هنا فيه enamel fractured او enamel shipping اهم حاجة يكون باقي عندك اكتر من 60% او 60% على الاقل من ال enamel ده كذلك فتح اللون وي الشكل هنا عنده attrition فعوض الجزء المفقود من ال enamel عوض integrity بدلا ما يحط restoration سهل انها تكسر لا السرامك اقوى مش هيغير لونه واسهل كمان مش مش هعد اشتغل وكده هعمل بس isolation اثناء البوننج فقط ومستو وحد الشكل لان المعمل بيبقى شغال لعنده سلايبة ولاعنده وشغال بخمات عالية وكاد كام فهيكون اريح كتير وانك تعمل في العيادة صحيح بياخد وقت اطول لكن بيبقى افضل بكتير اقوى واجمل وطبعا بيكون اغلى كذلك لو عندي cervical erusion عندي اينام النص with the erusion او في wear تآكل يعني طبعا دي فيها كلام قلنا قاعدة الاساسية انه حتى لو في تآكل جزئي cervical erusion لازم يكون باية عندك على الاقل 60% من السطح الاتغطي enamel ممكن تزود البوننج عندك انك تم extension proximal او lingual عشان تغطي الانامل دي فيها كلام الحقيقة احنا عندنا attrition وabrasion ممكن لو عندي انامل كفاية quality and quantity هعمل امن الانما احنا عندنا attrition وabrasion ويروجion بترجع على طول عندها مشكلة بترجع على طول زي امراض كتير ده في الحالة دي يعني هو فقدت الانامل لما وصلتش للدنتين فانت بتلحقها بتcover السيرفز ممكن تcover ب lemonade veneers لكن وانا عارفة معظم اليروجion بيبقى بلتة لي انت ممكن كمان تعمل بلتة ال veneers بس احنا منلي منكلم دي فيها كلام لان الكميكال الاسد اللي اكل الانامل قادر يفك البوندن بتاع المنت فينيرس فهي فيها كلام يعني خلانا نعرف ان اليروجion او الوير واحد الانديكيشنز بس البوندن مش حسن حاجة وفيه كلام على البوندن بتاعه ده مثال لاليروجion حصل تأكل في طبقة الانامل بس واستل في الانامل ما حصلش دينتين اكسوبوجر فممكن اعوض الانامل المفقود باللمنيات فينير لو عندي congenital malformations بس بشرط تكون الquality of the enamel accepted الدينت الفلوروسيز برضو من الحاجات اللي فيها كلام على البوندن بس اقدر اعوضها برضو باللمنيات فينير عشان حسن اللون وكذلك اعوض الشكل فلو عندي congenital malformations اقدر اعوضها باللمنيات فينير واصلح الشكل بتاعها عندي زي الكيس دي مثلا هو فتح اللون وطول السنة يبقى عمل تعديل في color وفي shape واحظوا ان السنانهم ما كانتش very bad يعني 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 فيه هنا mild care اه في mild restoration هنا طالما سعيب لي 60% من السطح انامل accepted انك تعمل lemonade veneer length and the width of the teeth طبعا عمل لكل الاسنان upper and lower ويفتح اللون يعني معتبر ده صلح فيه ثلاث حاجة ده شايفين big shaped lateral وهي دخلة lingually tilted بsmiled خلي بالك لو دخلها جوه قوي عشان ترجع شكلها في الصف تبقى aligned تعمل lemonade veneer لو هو تخين قوي البوندنج هيفك بسرعة فحنا نعالج mild to middle defect وطبعا الافضل تعدالها بالأورثو بس هنا عندها مشكلة فيه shape هي big shaped connoite teeth وفي نفس الوقت فيه spacing بينها وبين الageastant tooth طيب بالنسبة لي contra indications الممنوع استخدم فيه lemonade veneers اول حاجة معينا هي لو عندنا unevenly distributed forces انتو عارفين ان normally المفوض ان الاسنان بتسند بعضها وتشير في forces يعني تشترك في forces ده لو بياكل normally انما لو بيجز على اسنانه او بياكل على جزء معين فجزء ده اللي بيتأكل اكتر يعني هنا مثلا بيجز على اسنانه الى ما تهيجز عليها هتتاكل اسرع فعندنا ده زي البروكسيزم or clenching الفرق بين clenching and broxism هي من المبارة functional habits يعني ربنا ما خلقناش ان احنا نعمل الفورسز دي انك تجز على مناطق معينة غير المناطق التانية clenching ده لما بيجز فيه eccentric احنا عارف يهو في open and close وده تياريت يعمل كده يعني مش هتبقى very destructive more destructive هي lateral forces اللي هي البروكسيزم فهو المشكلة الاساسية في البروكسيزم عندنا فهو most commonly وده المنتشر اكتر هي البروكسيزم يعني بيعض فيه بالجنب بيجز بالجنب بكده عافين تبعين اكتر فيه الجمل بيصل ايه كده الجمل المفروض انه بيسترجع وبياكل في وقت تاني يعني بيخزن في معادات وبياكل في وقت تاني هتلاقي بيأكل بحرك اسنانه بالجنب لان معظم اصلا المضغ بيبقى بيئ الجنب فده نفس الشي يبقى ما فيش اكل وبياكل في اسنانه فكأنه بيبردها او الاسنان بتاكل بعضها ودي بالذات هو نايم او هو غضبان ممكن تبع حركة لا ارادية لو هو صاحي طبعا نواعي وقت ما ينتبه لنفسه بيوقف انما المشكلة هو نايم بجزع على اسنانه بتبقى زي او لها اسباب تانية نفسية لكن البروكسيزم اللي هو او اكل الانامل في الانسايزل وبيفرقع هنا عند السيربكال اريا لان هنا بتعرض ليه فليكسينج زي مرونة كده يعني بينثني والانامل هنا رفيع ولانه هارد بيبقى سهل يتاكل فهنا بيحصل اتريشن وهنا بيحصل ابتفركشن وبيحصل جنجفل ريسيشن تانية حاجة معانا الباد هابتس زي الناس اللي بتشعب البايب طبعا ده قليل من الناس واعتقد انها قلت جدا الايام دي بس كان يعض عليها حتى لو مش بيدخن بيفضل عاضد عليها كونه يركز في اماكن معينة هتلاقي بتتاكل مكان ما بيعض زي لما تلاقوا الخياط كده بيعض على الابرة ده ببوس الابرة دايما سيب بين اسنانه ده زي جدر الجز على الاسنانه ده يحصل تآكل هنا كل ده فدو لو بيه بتبقى معظمها على الانتيريتيف لان دي الاكسيسبل ليده فده لو انت ركبت لامنيت فينيرزا هيفك منك او هيكسر لو قوي اوي فاحسن الاحوال هيكسر لكن غالبا بيحصل لدي بوندين فالبار ثري يعني ده كروس بايت او حتى لو اج تو اج كل دوت الفرصة هتتركز على لامنيت فينيرز وبيتلع هيكسر فهنا ممنوع استخدم لامنيت فينيرز طيب انا لو عندي النوع الانامل او كمان او كيفا اقل من 60% يفضل shift من لامنيت فينيرز خليك في مضطرين بقى دي امثلة لدي حالات بتاخد دي زي الانامل هايبوبيجيا بتاخد انواع مختلفة كذلك اهي البيت البيت هنا باد ينامل كواليتي فهنا مش هاديك بوندنج للمنيت فينيرز عمله كراونز اعمل على طول والسلامي كراونز هنا دي لكن ده يعتبر كونترا انديكيت هنا لا يفضل ابدا انك تحط لامنيت فينيرز هتلاحظوا هنا دينتين اكسبوجر ولو انا في رأي الشخصي ممكن هنا تقفل دي بجلس اي نمرا اور كومبوزت وتحط لامنيت فينيرز برضو اكسبت لان الجزء ده سليم ومعدي 60% فهي تعتبر برضو مش ما تعتبرش قوي كونترا انديكيت الحالة دي لأ كونترا انديكيت عندنا هنا هتلاحظوا ما عندكش انامل كواليتي اور كوانتي كفاية هتلاقي تآكل فيه الانامل يعني فده على طول الافضل تعمله كراونز شايفين هنا دنتين اكسبوجر فهنا اعمله سيرامي كراونز احسن هنا نفس الشي لو عندك حشوات كبيرة فالانامل المتبقي لو اقال من 60% متعملش هتلاحظوا هنا الروت اكسبوجر ودنتين اكسبوجر وهنا كونترا انديكيت اعملها كراونز احسن اول سيرامي كراونز نفس الشي هنا اهو بالعكس فيه كرياس كمان لسه هينضف هنا طبعا باد اه با 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 لأ هنا وبعدين دوت مش في الصف هنا فهنا يفضل انك لو مش هتعدلها بالأرثو هنعدلها با كراونز هنا كمان مش هينفع انه انا اعمل هنا الحالة دي برضو اه ديت ريستوريشن و ايثن انه دي كانت برضو اندودون تكالي تريت التيث هنا الافضل انك تعملها اول سيراميك كراونز يبقى الحالة اللي تشكي فيها ان البوندك مش يبقى كافي او الانام اللي عندك مش كافي للبوندك شفت على طول الاول سيراميك كراون وما تترديتش صحيبة ليس كونزرفتف بات بيتر ريتنشن و ايضا بيتر بروتيكشن للأسنان فانا لو عندي السنة محشية عصب دي فيها كلام هي طبعا السنة محتاجة تركيبة مش بس عشان الشكل لان السنة بتغمأ لأ عشان كبان للحماية فهنا انا لو عندي عامل حشو عصب لو هو مجرد بس اكسس في بعض الأسنان بتبقى واخدة روما بس ما بتكسرش بيحصل لوس فمجرد لو هو تعمل اكسس فقط هنا بيقولك المور كونزرفتف ممكن تغطيها بلمني جينير اذا لو محتاجة طبعا لو هو حصل تغير في اللون بتعمل الانتر الانترنال بلايتشينج طب البلايتشينج ما فتحش كفاية او انت محتاجة تغير الشيب او ذا توث محتاجة تغير السنة لو هو مجرد اكسس فقط هنا هنفل بكمبوزت ونحط الامنات فينيرز عادي طبعا بشرط الانامل المتبقي يكون كافي كواندي يكون معدي ستين في المية لكن لو هو حصل لوس لاج لوس لأ السنة مكسورة بالاضافة للأكسس لأ هنا يفضل انك شفت على طول to the crowns فيبقى عندنا باختصار مش كل الحالات اللي معمول لها اندو في anterior teeth مش كلها محتاجة crowns ممكن اعمل لها لو هو conservative bulb axis انما حصل large loss of the enamel سواء كان quality on the quantity فهنا يكون انا محتاجة على أقل حاجة ستين في المية أقل من كده لأ shift على طول to the crowns انما طبعا البosterior teeth لأ indicated للك دائما ابدا البosterior teeth لما أعمل لها into shift to the crowns كذلك قلنا احنا بنقفل الدياستما لو هي 2 ميلي اكتر من 2 ميلي كونترا اندكيت ان انا قفلها بلمينيت زائد ان دي برضو مال aligned مهياش في الصف هتلاقوا البرتروجين دي class 2 وممكن open bite دي برضو not indicated to the laminated veneers دي نفس الشيء دي مال aligned صحيح يكون الدياستما هنا هي أقل أو within 2 ميلي ممكن نقفلها بلمينيت لكن هنا مال aligned فهنا contra indicated to the laminated veneers زي ما قلنا الدياستما أنا عايزة within 2 ميلي مترز هعمل laminated veneers أكتر من 2 ميلي ايو هتقفلها بلمينيت veneers ليه تخيل كده هتقفل المسافة دي بلمينيت veneers هيبقى الجزء اللي قافل ده كأن كبرت ال contact area دي هتبقى عاملة overhang كأنها unsupported overhang ما فيش حاجة صبورتي تحتيها ما فيش رينات الكسر يبقى هنا ما عمل ش laminated veneers أقفلها بأرثو أو crowns الكراون يستحمل إنما laminated veneers مش هيستحمل وهي الكسر دي نفس الشيء هنا if have large diastema more than 2 ميلي متر لا اقفلها بأرثو أحسن و او اعمل 2 crowns كذلك عندي لو severe crowning severe crowning احنا قلنا لو هو mal-aligned teeth لو هي moderate indicated إنما لو severe crowding لا contra indicated to the laminated veneers اعمل orthodontic treatment the most conservative يلي إنك ممكن تعمل بها endo and crowns لو لا patient بستعك اهي severe crowding أو severe mal-aligned teeth tipping وتalting لا دو تعمل ortho أو هتعمل endo and crowns لو patient وده طبعا least conservative أو most destructive يعني لو هو patient مستعجل أو مش عايز يلبس orthodontic braces آه ممكن تعمله endo and crowns وده طبعا most destructive and least conservative أو severe crowding ده هتعمله laminated veneers ازاي مش هتقدر تزبطه في الصف بالlaminated veneers طيب كذلك العيان اللي مش نضيف العيان مش نضيف اصلا contra indicate لأي تركيبات المفروض بتنظف للعيان وتدلوا التعليمات انه هو ينظف والله لو التزم والحالة تحسنت اشتغلوا تركيبات انما ما التزمش والحالة ما تحسنتش بنسبة كبيرة المفروض ما تعملوش تركيبات ليه لاني سهل تساوز تحت التركيبة يبقى black control وديله ال instructions لو التزم اكمل بقى الشغل ليه البليدنج ده الجنجوبايتس دي هتتعبني في كل حاجة وانا بحضر وطبعا البليدنج المتطاير ال volatil ده بيعمل infection فده بيتعارض مع ال infection control وممكن يتطاير في عينك والبليدنج دوت هيدايقك فيه impression هيتخضع لك bubbles هيبقى bad impression inaccurate impression وكمان هيديقك فيه البوندنج لأن احنا عارفين resin cement اساسي في lemonade veneers ومفضل في معظم تركيبات الاستراميك فالبليدنج ده مش هيخليك تعمل البوندنج حلو فيانتو جعله لاكش بعد كده والاسنان دي هتساوز زائد ان التركيبات بتعرض الاسنان اكتر للتساوز لو العين ما بيخسلش يعني دايما نقول الاسنانه سليمة يخسل مرتين في اليوم اللي معامل تركيبات او حشوات مفوض يخسل اكتر من الطبيعي لانها بتزود فرصة الاصابة بالتساوز والبليدنج دي تس كمان لو هي قريبة من الجنجفل مارجنز فالعين التركيبات لازم يكون نظيف لازم يكون نظيف فانت بتعلمه وتحاول معي لو التزم اعمله تركيبات كمان تستنى لما تهدى اللي سه تماما وترتاح وتبدأ تشتغل على النظافة تشتغل وانت مرتاح مفيش بليدنج بيقليلك ويعمل لك ويعمل لك ويعمل لك في ويعمل لك كذلك لو طبعا امكانيات المادية لا تسمح الكوست ايشوز احنا عارفين ان اللامنية لينيرز من التركيبات المكلفة بالزيد انه احسن نوع فيها هي الاي ماكس او اليثيوم داي سيليكيت فهي طبعا مكلفة لو ان كان يلتو ما تسمحش ممكن تعمله البي اف ام كراوز بتبقى ارخص زي ما قلنا لو هو عامل حشو عصب مش السبب بس البلب اكسس احنا عندنا حصل في البلب اكسس كمان استرنا مكسورة طبعا ايه دي انديكيتد لكراونز انديكيتد لكراونز طبعا هو لاحظوا تغير فيه المفوض يعمل لها هتقولي طبعا هلبسها كراون لو لا الافضل اعمل تحتي الافضل طبعا دي اندي احتاجت بوست اندكور اعمل لها بوست اندكور طبعا هو معرفش ليه ما قفلش دياستما ممكن يكون طلب وممكن لاني البيشنت واش عايز يركب هنا لاحظوا هنا الكراكترايزيشن ده اللي بقول علي الكراكترايزيشن فيه بتمكنك انك تماتش عشان تبان مش تبان انها سنة بيضة يعني اصعب تركيبة ممكن تعملها لو تعمل سنة واحدة بس ودي برضو ممكن تعملها في اللامينيت فينيز بانت ممكن لو هي سنة ممكن تعمل واحدة بس بدي بتبقى اصعب بكتير لانك يشود ماتش ده جيس ان ده شيد فهنا عمل ماتشن للفلوروسيز هنا طبعا مش هيغطي السنة السنان كلها مش هيداري الفلوروسيز دوت او البليتشن كالر ده فهو عمل ماتش ماتش للستين هنا لاحظوا لليلوش كالر والبراونش كالر والوايت شيد هنا طبعا الماتش رهيب بصراحة فعشان يبان الناتش ما يبانش لوه مركب السنة صناعية ما تبقاش مجرد سنة بيضو خلاص قولنا برضو لو عامل اندودونتك تريتمنت اهو قولنا ده اندكيتد لي كراون لو طبعا بستيرو تيف جو اهد على طول الكراون طبعا ما عامل اندو وبستيرو جو اهد to the crown for protection مش بس عشان الشيب ده شكل الاول سرامي كراون اهي دي استنى after crown اه الاتنين دول عمل لهم two crowns لحظوا برضو الماتشنج في الشيد رهيب والاول سرامي دلوقتي بتمكنك اندك تمل تركيبات جميلة جدا صحيح الكراون هو less conservative لكن better protection and better retention and resistance فزي ما قلنا كده خلصت القول لمنات فينيرز عايزة عيان كويس جدا شكيت if you are unsure لأ جوة شفت على طول من اللمنات فينيرز اعمل crowns افضل واجمل وmore protection وmore retention بتقيش اكتر لو اتعملت صحة برضو قلنا لو severe extremely dark discoloration احنا قلنا بنعمل bleaching الاول after polishing وقدر افتح اللون باللمنات فينيرز طيب لو عندي severe dark discoloration ممكن تكون resistant to the bleaching وممكن يكون after the bleaching اللون لسه باقي او باقي كتير قوي لأ هنا اللمنات فينيرز لانه رفايع مش هيغطي اللون يبقى go ahead to the crowns after bleaching go ahead to crowns عندنا زي ده tetracycline discoloration severe discoloration صعب يتغطى به اللمنات فينيرز لانه رفايع طيب حد يقولني انا ممكن اغطيها بوباك سيمنت لا الاوباك سيمنت يبقى انت ضيعة transglucency of the laminated فينيرز وبرضو هيبان يعني لو dark discoloration ممكن يبان احنا ممكن استخدم الاوباك risen semen لو هي لو انت بتكفر دارك سبوت لو هي سبوت او جزء بسيط اه ممكن اعجي على الجزء ده يا اما تحت laminated فينيرز او ماطيها ب risen semen في جزء ده او اشيل دارك سبوت دي وعملها composite لو هي دارك سبوت بس انما استنى بنسبة كبيرة دارك discoloration لا ما تعملش laminated فينيرز عشان ما يطلعش في الاخر نفس الشيد ويبقى كأنك bad results يعني unsufficient أو unsatisfactory result to the patient فالpatient يكون غير راضي عن نتيجة ان انت وعدته هتفتح له اللون ويتفاجئ في الاخر ان اللون فتح بسيط او بموصرش النتيجة اللي هو عايزها فده افضل انك تعمل bleaching ثم crowns ده اسمه الاشترار في الجمل عشان افرق لكم clenching and bruxism قلنا clenching بيبقى في eccentric movement اما bruxism in the eccentric movement بيعرضها lateral forces ودي ماغم destructive forces وكمال بك الاخر النقط ونجمع لكم forces دونها يريكي رفع الجمل عشان انحركة وفق جدا لقوي لكم 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 لكم